في فترة الحمل من المهم جدا أن تكون يقظة في اختيارات الطعام التي تسهم في تحسين نمو الجنين ومن المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لإمداد جسدك والجنين بالغذاء اللازم في هذه الحلقة سنتعرف على أهم فوائد الكيوي للحامل يمتلئ بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد والنحاس والمغنيسيوم بالإضافة إلى كمية منخفضة من السكريات والدهون وكمية جيدة من الألياف الغذائية لكل هذه الأسباب تتعدد فوائد الكيوي وفقا لمرحلة الحمل وهذا بالشكل التالي يمدك بكمية كبيرة من الفولات فيطلق عليها أيضا فيتامين باء 9 أو حمض الفوليك وهو مهم خصوصا في الأسابيع الأولى من الحمل للمرأة والجنين لكن أيضا للنساء اللواتي يخططنا للحمل يساعد على تحفيز إنتاج الخلايا ويضمن نمو أعضاء الطفل الحيوية كما يساعد على الهضم وضبط اضطرابات الأمعاء فتسبب الحمل في مجموعة من مشكلات الأمعاء من الإمساك إلى الإسهال لأن المستويات الأعلى من الهرمونات تبطئ عملية الهضم وتريح عضلات الأمعاء ولأن الكيوي غني بالألياف الغذائية فيمكن أن يساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء السلسة كما يعمل على تعزيز الجهاز المناعي والطاقة فالكيوي يحتوي على كمية عالية من فيتامين جيم وألف والزنك كما يوفر احتياجات الحامل من الكلسوم والحديد واليود وأحماط أوميجا ثلاثة الدهنية الذي يساعد على تحسين المناعة ويزيد من مستويات الطاقة ويخفف من التعب كما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم فبدخول السلس الثالث من الحمل تبدأين السماع عن سكر الحمل يعتبر الكيوي أقل في مؤشر نسبة السكر في الدم عن غيره من الفواكه الأخرى يحتوي كل مئة جرام من الكيوي على نحو منعقة صغيرة من الجلوكوز فقط هذا يعني أن الفاكهة لن تجعل مستويات السكر في الدم ترتفع لكن قد يكون حلو بما يكفي لمقاومة الاشتياق الدائم لتناول الحلويات هناك بعض الاحتياجات الخاصة لك وللجنين في الشهور الأولى من الحمل تقدم سمرة متوسطة من فاكهة الكيوي هذه الاحتياجات لك بكل سهولة وهي كالتالي حمض الفوليك تحتاجين إليه في الشهور الأولى الكيوي مصدر جيد له وهو يمنع عيوب التشوهات العصبية عند الجنين انتبهي إلى أن حمض الفوليك هش ويمكن أن يتدهور بسرعة خاصة عند ملامسته للحرارة لذلك من الأفضل تناول فاكهة الكيوي الطازجة فيتامين جيم الكيوي مصدر ضخم لهذا الفيتامين المفيد للأم لأنه يساعد على انتصاص الحديد الذي يمنع فقر الدم أثناء الحمل وبعده يضمن ارتفاع مستويات الحديد عند الطفل وتكوين الناقلات العصبية المهمة لوظيفة الدماغ الجيد يحتوي الكيوي على ما يقرب من ضعف كمية فيتامين جيم الموجودة في البرتقال الكالسوم لا يهم الكالسوم في بناء العظام فقط بل يحتاج الجنين إلى الكالسوم الكافي لضمان نمو عضلاته وقلبه أيضا يحتوي الكيوي العادي على 23.5 ميلي جرام من الكالسوم وبشكل عام لا توجد أضرار للكيوي أثناء الحمل والإستثناء الوحيد إذا كنت تعانين من حساسية تجاه الكيوي كوني متيقظة لأعراض الحساسية لكن إذا لم تكن لديك أي مشكلات من الكيوي فاستمتعي بضعمه اللذيذ ونادرا ما يصاب أحد بحساسية الكيوي إما بعد تناوله وإما لأن لديه بالفعل حساسية من حبوب اللقاح أو اللاتيكس توقفي عن تناول الكيوي إذا لاحظت العلامات التالية عند الإحساس بحكة في الفم والحلق عند الإصابة بالخضر في الأطراف أو التهابات في البشرة عند الإحساس بألام في المعدة أو المعاناة من القيء توقفي عن تناول الكيوي